بعد أيام قليلة من الاقتتال الدخلي بين الفصائل الإرهابية تابعة للاحتلال التركي تطورات خريطة السيطرة على الأرض بدأت معالمها بالظهور في المناطق المحتلة تطورات سيطرت من خلالها هيئة تحرير الشام الإرهابية ذراع سوري لتنظيم القاعدة على مركز مدينة عفرين المحتلة بعد فرار فصيل الجبهة الشامية الإرهابي إلى مدينة إعزاز المحتلة بالإضافة إلى السيطرة على مدينة جرابلوس ومع بيريها شمال غربي البلاد إلى ذلك أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسيطرة فصيلي أحرار الشام والحمزة الإرهابية على قرية دوير الهوى بريف أختارين شمالية حلب بعد اشتباكات مع فصيل الجبهة الشامية الإرهابي بالتزامن مع اشتباكات عنيفة على محور بلدة سوسيان بريف الباب وسط محاولات للسيطرة على بلدتي احتيملات ودابق في مدينة إعزاز الخادعة لسيطرة فصيل الجبهة الشامية الإرهابي بريف حلب الشمالي وفي سياق متصل قتل قيادي وعنصر في الشرطة العسكرية الإرهابية التابعة للاحتلال التركي وأصيب آخر في اشتباكة بين فصيلي الجبهة الشامية وفرقة الحمزة على طريق القباسين بريف الباب شمالي حلب وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد بلغت حصيلة القتل على خلفية الاشتباكات في المناطق المحتلة من قبل تركيا وفصائلها الإرهابية خلال اليومين الماضيين ستة عشر قتيلا بينهم مدنيين ستة عشر قتل على خلفية الاشتباكات في المناطق المحتلة من قبل تركيا